موسيقى مساء الخير عليكم برحب بكم في حلقة جديدة وصهرة جديدة من السجادة الحمراء ضيفي النهاردة كان مدافع وتد للأهلي وكابتن من كباتن التاريخيين شال بطلات كتير مع القلعة الحمراء تعادل تاريخ أندية حيادي كمزيع وصريح كمحلل وسعيد بيدخل في مشاكل وصدام بسبب قراءه وتصرحاته مهما بعد عن عين الجمهور برضو قريب من قلوبهم اسكندراني ابن بلد ومشواره ما كانش سهل في أوله ضيفي نجم النادي الأهلي وواحد من كباتن الفريق الكابتن شادي محمد ازاك يا كابتن؟ ازاك حضرتك؟ منورنا هنا في السجادة الحمراء ومنورنا طبعا في بيتك في قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة يستمتعوا بيها السيدة المشاهدين ومتقلقة داي إن شاء الله تبقى حلقة حلوة بيك أول حاجة عندنا وإحنا وقفين كده عندنا سؤال اسمه بعنوان دربة حرة السؤال ده هتقرأه في سرك وهتكرر هتقوله أتجاوب عليه دلوقتي ولا في آخر الحلقة؟ لا أتجاوب عليه هتجاوب عليه دلوقتي؟ أتجاوب عليه أوكي طب هنقربسوا تعالي بعد دلوقتي وتقولوا ندمت على تجاربك مع الأندية اللي لعبت فيها بعد الأهلي ولا شايفة كانت إضافة لمشوارك اللعبة في النادي الأهلي النادي الأهلي يختلف عن جميع الأندية كأي بطولة بيشارك فيها نادي جمهوره يقبل إلا بالمركز الأول المنتالي والعقلية داخل الأندية الثانية مختلف تماما تماما أقدر الأندية اللي أنا لعبت فيها لكن مع مرور الزمن بتكتشف مع احترام الأندية اللي أنا لعبت فيها بعد النادي الأهلي ما فيش حد زي النادي الأهلي يعني ندر نقول ندمت ولا ما ندمتش؟ الحقيقة ندمت ندر كابتن النادي الأهلي التاريخي من قراراته الخطيئة اللي هو بعد لما يعمل التاريخي الكبير جدا ده ما كانش ينفع يلعب في حتة تانية وأنا أميم معاكي من البداية يعني كنت تحبت يعتزل وأنت جوانا دي الأهلي؟ طبعا يعني كلام الناس دايما الحمد لله عن المجموعة اللي كانت موجودة كلام محترم جدا بعدد البطولات اللي حقناها بإسعاد الجماهير الأهلي في كل مكان سيطرة كاملة على الدور المصري وسيطرة كاملة على أفريقيا تاريخ كبير جدا ولكن أحيانا في الحياة أنا بقول كده دايما إن فيه دروس بتتعلمها وأنت ماشي في مشوارك بتاخد أحيانا كرارات خاطئة وأحيانا تاخد كرارات صحيحة لكن في الأول في الآخر بحترم الأندية اللي أنا لعبت فيها وبحترم جماهيرها ولكن أنا بشوف تاني ما فيش حد زي النادي الأهلي ولا حينفع يكون في حد زي النادي الأهلي طبعا الأهلي طول عمره الأهلي غاء